في قيمة قيامكم وأنت شخصيا كذلك بدراسة استراتيجية لوضع القطاع العقاري في المنطقة والعالم وخاصة الإمارات عانى هذا القطاع في الفترة الماضية ولربما ما تزال بعض الشركات قابعة تحت تأثير الأزمة فيه كيف وجدتم من خلال دراستكم قبل المعرض والآن المقارنة بينما توقعتموه لقطاع العقارات وبينما واجأتموه وتفاجأتم ربما فيه بالمشاركات في المعرض في الحقيقة نحن من خلال دراستنا اللي نقوم فيها منذ نشط الشركة في عام 2009 نحن كل ربع سنوي نقيم دراسة للسوق فلما درسنا السوق وجدنا نسبة المعروض البيانات المتوفرة سواء كان من الشركات العقارية أو من الشركات المتخصصة في الدراسات اللي يقومون فيها أن فيه كثير من المعروض وكذلك فيه كثير من المشاريع التي كانت متوقفة ودخلت حيث التنفيذ مرة أخرى فنحن عملنا الدراسة وشفنا الأسعار وعندنا تصورت من الأسعار ستنزل؟ نحن تصورنا أن الأسعار ستنزل في بعض المناطق ولا سيما أننا ذكرنا أن في بعض المناطق التي كانت المناطق العالية الجودة والمناطق المتميز عليها طلب كثير عليها طلب كثير وفي حدث حصول طفيف بالنسبة 2 أو 3% كان موجود خلال الربع الأخير لكن نحن تفاجعنا أن في آخر فترة التي كنا متوقعين فيه أن يمكن أن الأسعار تعرض لبعض الضغوطات بسبب أزمة اليوروزون منطقة اليورو التي فيها تداعيات مالية مرة أخرى أن هذه الفرصة الأقارية الموجودة في الدول تكون تعطي بعض الضغوطات المستثمرين يتجهون إليها لتواجد الفرصة الأخرى أسعارها يمكن أقل ومتكن تكون فرصة في هذه الفترة فنحن شفنا الأسعار ممكن تنزل لكن المفاجأة كانت أن الأسعار هي في ارتفاع طب السبب عادة عندما يرتفع السعر يكون السبب إما في شح في المعروض وهذا ليس مزبوط إما في زيادة في الطلب الطلب وجدتموه بمشاركة دولية عندكم استراتيجيات درستوها بأنه تحاولوا تستقطبوا الاستثمار الأجنبي وعلاقات دولية توثقوها ممولين عقاريين مطورين مقاولين داخل الإمارات كيف شفتوا؟ في مشاركة تركية أمريكية وجدناها في المعارات الطوية يعني دولة الإمارات العربية المتحدة لأنها هي بقيادة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد الله يحفظه وأخوه الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة وحاكم دبي القوانين التي حطوها لدولة الإمارات دائما المحافظة على جذب الاستثمارات السياسة التي هي السياسة الاقتصادية للدولة أنها دائما فيها شفافية فيها مرونة فيها دعم حكومي موجود سواء كانت للمشاريع البنية التحتية سواء كانت للمشاريع التنموية وجود هذه المشاريع خلت دولة الإمارات من الدول والدبي خصوصا من الدول التي ستستقطب كثير من الاستثمارات لأن البنية التحتية سواء كانت بنية تحتية من الشوارع المطارات النقل التكنولوجيا كلها موجودة أن الناس يستقطبونها ويجعون يستثمرون في هذه المنطقة وكذلك حصلنا حتى أن نسبة الممولين للمشاريع الموجودة تنويل خارجي للمشاريع التي في داخل الدولة أصبحت متيسرة في نفس الوقت نتحدث عن المشاركة هذه السنة في سيتسكيب من الشركات التي كانت داعم وراعية للمعرض إعمار والشركات الكبيرة من نسمع دائما عن مشاريعها لحد الآن تطلق مشاريع ضخمة جدا خارج الدولة ويبدو أن هذا مؤشر على أنه فيه انتعاش في طلب خدمة العقار الإماراتي يعني أنه يبدو أنه فيه جودة فيه تميز سواء كان الأعلى الأكبر الأضخم الأفضل يتواجد وتنتقل هذه الخدمة والخبرة للخارج عربيا وحتى يبدو أنه دوليا وين وجدتم طلب على العقار الإماراتي خارج الدولة؟ حصلنا في العرض الموجود طبعا هي دائما نقول في منطقة المينا ريجن دائما يكون هذا موجود في منطقة شرق آسيا موجودة في أوروبا في طلب كبير وخصوصا أن العقارات التي في أوروبا أصبح فيها دوران سواء كانت نزول أو طلوع فالعرض ما زال موجود والشركات الإماراتية التي أنتجت في السابق حافظت على سيولتها حافظت على مكانتها وأصبحت فيه ثقة متبادلة من السوق الدولي والمحلي أنه ممكن لإنتاج الجديد ما ننسى أنه دائما السيولة هي العامل الأول الذي ينشط القطاع العقاري فالسيولة في الخارج موجودة ولهذا السبب نحن اتجهنا في بعض مشاريعنا للخارج لأن السيولة ودعم المشاريع موجودة الآن بدأت البنوك بتوجيه من المنصر المركزي أنها تدعم بشكل أكبر للمشاريع الموجودة داخل الدولة هذه نقطة جميلة جدا عفوا المقاطعة المنصات التمويل المتواجدة في المعرض هل وجدتمها فقط رمزية أو شكلية أم بالعكس كان في التواجد كبير وين التمويل موجه؟ من البنوك فعلا فيه عنده تفعيل أكثر لأنه يكون فيه علاقة مع المؤسسات مع المطورين مع المقاولين أم حتى الأفراد اللي بدهم يبنوا كان لهم تواجد وين وجدتوا نسبة أكبر فيها؟ البنوك أنا أعتبر أنهم متذبذبين في دعمهم للقطاع العقاري فبعض المشاريع هم يدعمونها وبعض المشاريع يدخلون فيها في تمويل المستخدمين النهائيين وبعض المشاريع هم ينسحبون منها ففيه تردد في دعم القطاع المصرفي أو السيولة المتواجدة التمويل الموجود للقطاع العقاري نحن بدورنا نحن عندنا ثلاث سياسات نحن نقتنس الفرص لنشرية عقارات نعمل تحالفات وندعم تنويل المشاريع العقارية في نفس الوقت المهمة في الموضوع كونك موجود بدأنا نلمس أنه في موضوع توعوي أكثر من خلال وجود المعرض مش فقط عرض منتجات وغيرها أنتم مشرفون على مؤتمر وشرفتم على مؤتمر بعنون الثروة السيادية وشركات وشراكات الاستراتيجية كذلك دبي على الساحة العالمية ماذا وجدتم الإقبال على حضورها كذا مؤتمرات المشاركة فيه ناس فعلا تحب تسمع فيه ناس تحب تسمع طبعا الناس نحن كنا دائما نقول أن المفروض دائما يكون في لحين لتحيز التنفيذ يجب توافر ثلاث عوامر رئيسية توعية اللي بعدين فيه عمل التحالفات والتنفيذ فتكلمنا في المؤتمر قالوا أن العملية هذه ليست مجدية وأن بعض التحالفات تأخذ وقتا أطول فهل هي العوامر الموجودة توصلنا إلى أن دولة الإمارات تمتع بثلاث عوامر رئيسية التي تجذب التحالفات التجارية والثروات السيادية لعمل الاستثمارات الداخلية منها الأمان منها البنية التحتية ومنها مرونة آلية ترجمة نانسي قنقر